تعمل ايه? تعمل ايه بجد? صحيح انا اتغفلت في الانتو عادي بس عشان قاعد النهاردة الحد الساعة اتنين بالليل عشان اصور لك الجزء التاني من اسم وظيفتك باللغة الانجليزية لو انت كنت لسه متابعني جديد ومنفرجتش على الحلقة الاولى هتلاقيها في الفيديو ديسكريبشن يلا بينا نبكلي مع بعض النقطة بتاع في الفيديو ده تحيبها بالامريكن اكسنت واول وظيفة معانا النهاردة هي لوير 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 يعني محامل تاني وظيفة معانا ودي مشهورة جدا في مصر لان في شباب كتير بالزاد في اول حياتهم بيشتغلوها وهي خدمة العملاء بالانجليز في نقطة اسمه كاستمر سيرفوس سيرفوس ايجنت وفي بقى التانية اللي هي كاستمر سيرفوس ريبريزنتيتف مش ريبريزنتيتف ريبريزنتيتف طبيب بطري اوكي فيترينيريان فيتر التيمة على الار فيتريينيريان ما تنتقش الال تانية اللي بعد الالي فيترينيريان ولو هي بتلغبط لك لان الكلمة طويلة فعلا ممكن تقول فيت 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 مهندس مع ماري انا اخترتها عشان الشي اتش هنا بتتنتق كي فبنقول ار كي تاكت بعد كده موجشت سياحي تور جايد تور مش تور عشان في ناس كتب انتوا اغلطيها تور خلي بقىك مفتوح حوالي سياح كده تور جايد تور جايد عندنا بعد كده انا مش عارف السريحة وظيفة ولا لا بس هيجت في سكتي واللي هي بيلي دانسر بيلي دانسر ترجمتها الحرفية اللي بترأس كرشها بس هي معناها فنانة رأس الشارقي مش عارف يقول عليها ايه المهم يعني بيلي دانسر يعني وظيفة بمعنى رقاصة يعني من الاخر مش عارف هي وظيفة رقاصة بسما ولا ايه وظيفة ايه ده نشرة اه الكلمة اللي بعد كده مزيع بس مش اي مزيع مزيع نشرة الاخبار لان في كذا مزيع وكذا نوع بالانجلش وكل كلمة بيبقى ليها معنى مختلف بالانجلش او كل نوع مزيع ليه معنى مختلف مزيع نشرة الاخبار نوز كاستر بالامريكان اكسنت احنا بنقول نوز مش نوز نوز يمكن في الريدش اكسنت لكن بالامريكان بنقول نوز نوز كاستر المحافظ ودي بننطقها جاوينر 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 اوكي محافظ مثلا الشرقية محافظ القاهرة محافظ اسوان وهكذا جاوينر ما تنطقش الار يعني انت ار واحدة بس هياها في الاخر ما تنطقش الار التانى جاوينر جاوينر الوظيفة اللي بعد كده وهي وظيفة المترجم وي بتبقى نوعين في مترجم فوي ودي بالانجلش اسمها انتربرتر انتربرتر وفي مترجم تانى بيترجم الحاجات المكتوبة وده اسمه بالانجلش ترانزليتر ترانزليتر يبقى عندنا مترجم فوي يعني بيترجم ما بين اتنين قاعدين بيتكلموا بالانجلش بيقول تانى انتربرتر وفي بيترجم حاجات مكتوبة ده اسمه ترانزليتر ترانزليتر اه عميد او عقيد برضو الرانك بيختلف من دولة التانية اخد بالك كلمة دي غريبة جدا مفيش ار وبننطق فيها ار الموضوع مالوش دعفة متقوليش بقى كولينل اللي مش عارف ايه وكده كرنل 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 انت اكتبها زي ما تكتبها لكن لما تيجي تنطقها تنطقها كده كان فيها ار كرنل كرنل اوكي الوظيفة اللي انا قلتها في الحلقة بتاعت النهاردة كانت موجودة في التعليقات في الجزء الاولاني باشكر كل واحد ساب كومنت وقالي الوظيفة ديت انت مقلتهاش اه الى جنب وظائف تانية نحطتها لو لسه في وظائف تانية انت اوزنها وانا ممكن اعمل حلقة تانية طبعا من ايدوكو دي ايديكو دي لو الفيديو عجبك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة